جهود المعركة ضد فيروس كورونا تتواصل فيما تتركز الدعوات الإنسانية لتكثيف المساعدات الطبية لمخيمات اللاجئين في هذا الإطار يبرز تفشي فيروس كورونا في مخيم الهول في سوريا مع تسجيل وفيات بين اللاجئين الأمم المتحدة تتخوف من التفشي السريع للوباء في ظل غياب أساليب الوقاية وأبسط متطلبات الحماية من تفشي الفيروس ما المطلوب لمساعدة اللاجئين ولماذا تتأخر الجهود لتشمل المخيمات ضمن الخطط الدولية للتصدي للوباء معنا الآن من مدينة دينفر في ولاية كولورادو الأمريكية كبير المسؤولين الطبيين في Remote Health Solutions الدكتور جوناثن بوه دكتور بوه مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار طبعا نحن نتحدث هنا عن حالة استثنائية وحالة مؤسفة حقيقة هذه المخيمات التي أصلا تعاني من عدم توفر الكثير من المرافق بدون وجود جائحة كورونا ما بالك الآن مع وجود هذه الجائحة لا شك أن الأمور والأوضاع فيها مزرية ما الذي ينبغي عمله وعمله فورا للتعامل مع هذه المناطق برأيك بكل تأكيد هذه الظروف صعبة جدا إذا رأينا فقط إلى مثلا الازدحام فقبل عامين إذا رأينا إلى مخيم الهول كان هناك عشرة آلاف هناك أما الآن فهناك بين ستين ألف أو خمسة وستين ألف وأكثر من نصفهم أطفال إذن إذا نظرنا إلى كيفية العمل والتعامل مع هذا مع غياب طبعا النظافة وعدم القدرة على الفحص هناك وعزل الناس المصابين وكل هذا طبعا ناقص جدا وحتى الإمدادات وتقديم أدوات الفحص وحتى الرعاية الصحية إذن كيف يمكن أن نغير هذا العمر لقد قلنا منذ البداية بأن الفحص رئيسي هنا وكل هذا قد تعرقل بنقص هذه الإمكانيات لدخول إلى مخيمات النازحين لأن هناك أجانب قلائل ممن يمكن أن يدخلوا هناك لأننا نخشى انتشار المرض وإذا استطعنا أن يكون هناك فحص أكثر فيمكن أن نتعامل معهم بطريقة أفضل ونساعد هؤلاء الموجودين هناك دخول إلى جانب مسألة متخوف منها دكتور بو وهذا يعني بالضرورة أن يكون هناك أطقم محلية تقوم بهمات مساعدة كثيرة هل هذه مسألة ممكنة برأيك التنسيق مع الأطقم المحلية للقيام بهذه العباء حسناً إحدى الأشياء التي طبعاً الضرورية هي بأن الأمور ستكون أسهل مثلاً قبل سنة إذا رأينا ما حدث قبل سنة والآن لو أننا قمنا مثلاً من خلال منظماتنا ومن خلال شركاتنا في العالم إذا نسقنا وزرنا هؤلاء المثين الذين يشكوا بأنهم قد أصيبوا أو الذين أصيبوا ونفحصهم ثم نقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة إذن الأشخاص الذين طبعاً هم مدربون لا ينبغي أن يكونوا في المخيم ولكن التنسيق مع الموجودين هناك وإذا كان هناك سهولة في تقديم الفحص وكيف يمكن التعامل وكيف يمكن تقديم الرعاية اللازمة كما قلت لو فعلنا ذلك قبل عام لكانت الأمور أسهل نعم يمكن أن نساعد بكل تأكيد طبعاً هذه المسألة ليست مقتصرة فقط على المقيمين في مخيم الهون نتحدث عن كل مخيمات اللجوء وخاصة مناطق الصراع المناطق الساخنة في العالم هل برأيك يتم التعامل مع هذه المناطق بشكل كافي بشكل فعال أم أن هناك المزيد من الجهود التي يجب أن تبذل لمساعدة السكان هناك على التأقلم مع الوضع والتغلب على الوباء طبعاً هذا سؤال سهل ولكن الجواب صعب جداً السؤال هو هل نحن نقوم بما يكفي هل العالم يقوم بما يكفي في المخيمات المتوزعة في العالم ولكن الجواب يقول لا بكل تأكيد نحن لا نقوم بما يكفي قبل الوباء وحتى أثناء الوباء وهل يمكن؟ هل يمكننا أن نفعل ذلك؟ نعم بكل تأكيد يمكن أن نقوم بذلك ولكن هذا يتطلب عقولاً تتجه إلى العمل الإنساني أكثر من ما هو حادث الآن والحكومات يمكن أن تقول بأنه دعونا مثلاً نقدم المساعدة للمحتاجين ولكن لأن هناك حاجة كبيرة وحين ننظر إلى مخيمات اللاجئين في العالم فمن السهل أن نقول بأننا نعم يمكن أن نفعل ذلك ولكن يمكن أن نقوم ذلك بطريقة سهلة وبسيطة إذا تعاوننا أخيراً دكتور بوع مسألة إيصال اللقاحات وهي المسألة الأساسية الآن بالنسبة لهذه المناطق هل هناك إمكانية على الأقل لإيصال بعض اللقاحات للمقيمين هناك؟ نعم كان هناك العشرة من الآلاف من اللقاحات والجرعات التي تبرعت بها بعض الدول لتلك المخيمات ولكن هي تأتي من دول أجنبية وتصل عبر الدولة السورية لتصل إلى مخيمات اللاجئين وهنا نرى عرقلة كبيرة هناك رغبة كبيرة من الدول لتقديم اللقاحات والجرعات ولكن البيروقراطية المحلية هناك حول المخيمات هي التي أوقفت إيصالها هناك دول كما أقول تتبرع ولكن هي عشرة من الآلاف قد قدمت وتبرع بها ولكن كيف يمكن إيصالها إلى الناس هناك؟ البيروقراطية هي المشكلة شكرا لك دكتور جوناثن بو كبير المسؤولين الطبيين في مؤسسة Remote Health Solutions كان معنا من مدينة دنفر في ولاية كولورادي شكرا جزيلا شكرا